عداد الانتهاكات في مدينة الحديدة يواصل الارتفاع على يد ميليشيا الحوثي خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني أسابيع على البيان المشترك لمنسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في الأمم المتحدة مارك لوكوك والمبعوث الأممي جريفيت الذي حذر من استمرار إغلاق صوامع وغلال البحر الأحمر وقطع طرق الوصول إليها الأمر الذي قد يتسبب بتلف مخزون حبوب القمح فيها وزيادة المعاناة الإنسانية في البلاد هذا البيان لم يحض من تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الجانب الإغاثي فقد اتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقب فتح ميليشيا الحوثي بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة فتح دعا الأمم المتحدة إلى إدانة التصرفات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في الحديدة والتي تهدف إلى حرمان البلايين من المواطنين من المساعدات الإغاثية ودعا فتح إلى الوقوف الجاد أمام هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراهات الحازمة لوقف انتهاكات الميليشيا التي تستهدف الأعمال الإنسانية والإغاثية في الحديدة بشكل خاص وباقي المحافظات اليمنية بشكل عام ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيا الحوثي على استهداف المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية فقد سبق وأن استهدفت شحنة مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى المخازن التابعة للأمم المتحدة كما تسببت بتوقف صوامع وغلال البحر الأحمر والسيطرة على مخازنها منذ بداية المعارك في المدينة وأمام استمرار كل هذه الانتهاكات بحق المساعدة الإغاثية والإنسانية في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي يستمر صمت المجتمع الدولي تجاهها وما بين هذه الانتهاكات المستمرة وهذا الصمت الدولي يقف الشعب اليمني على حافة الجوع في انتظار انتهاء سنينه العجاف من الحرب